موسيقى أهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام في خميس جديد ولقاء الرأي متجدد ومتابعة لمجريات الساحة السياسية وأهم المواضيع أيضا في الساحة بشكل عام سمعنا كثيرا كثير من الاتهامات وجهت لشخص معين كثير من التساؤلات وجهت إلى شخص معين وهذا الشخص هو الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إزارة الشركة الكويتية للإستثمار للساد بدل الأسباعي أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك في لقاء الرأي سوف نطرح الأسئلة ولهو حق الإجابة سوف نطرح كل التساؤلات منكم وأيضا يجب أن يجيب على جميع الأسئلة ولكن نشوف تقرير من إعداد الزميرة واب بداح يشرح الموضوع بشكل كامل نشوف التقرير ونرجع معكم منذ أيام قليلة عاد وخرج إلى الإعلام اسم الرئيس التنفيذي لشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي الذي رفعت لجنة حماية المال العام البرلمانية توصية بشأن إيقافه عن العمل إلى حين انتهاء اللجنة من التحقيق في ملفات تخص الشركة وهي توصية قال رئيس اللجنة النائب مسلم البراك إنها سترفع إلى رئاسة مجلس الأمة قبل أن ترسل إلى الوزير المعني وزير المالية مصطفى الشمالي وبعد ساعات من توصية اللجنة عقدت الشركة الكويتية للاستثمار جمعيتها العمومية وقررت انتخاب بدر السبيعي لثلاث سنوات إضافية وبالطبع لم يرحب النواب بخبر التجديد هذا فخرجت تصريحات تندد وأخرى تحمل وزير المالية المسؤولية خرج وزير المالية إثر التصريحات هذه مصرحاً وقاطعاً الجدل حول المطالبات بإيقاف السبيعي قائلاً إن اللجنة لا تملك إيقاف السبيعي فالإيقالة أو الإيقاف مناطة فقط بالوزير المعني وظلت التساؤلات تدور في عقول المواطنين في فلك سؤال واحد لماذا بدر السبيعي؟ وماذا لدى اللجنة البرلمانية من معلومات عن الشركة الكويتية للاستثمار؟ وما مدى صحة المعلومات عن تلك الشركة في إفاد اللجنة البرلمانية بكافة المستندات التي تطلبها؟ والسؤال الأبرز ما هي طبيعة الخلافة بين النائب سلم البراك والرئيس التنفيذي للكويتية للاستثمار بدر السبيعي؟ الأسئلة هذه وأسئلة عديدة أخرى سنطرحها على ضيفنا في الأستوديو الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي رجعنا معك مشاهدنا الكريم ومع الأستاذ بدر السبيعي مثل ما شفنا في التقرير هذه القضية والتقرير التفصيل اللي سمعناه قضية شركة الشركة الكويتية للاستثمار الملف فتح من سنة 2006 تقريباً نبنعرف أسباب فتح الملف من النائب سلم البراك شو المسببات؟ بداية بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله حقيقة أنت بدأت أخي محمد كلامك في أن الموضوع في الساحة السياسية أنا لازم أبين بأنني أنا لست شخصاً سياسياً ولا أني شخص أعلامي فبالتالي راح أوضح وأعطي صورة كاملة على الموضوع مثل ما تفضلت هذا الموضوع ما هو جديد على الساحة الموضوع صار من 2006 والأخ الفاضل مسلم البراك يتناول الشركة الكويتية سثمار ويتناول بدر السبيعي بالتحديد في تصاريح صحفية كثيرة ويتكلم داخل قاعة عبد الله السالم وبيانات صحفية ومؤتمرات صحفية بدأ الموضوع بقوة على الساحة حقاً من بداية التصريحة في ثمانية ثلاثة 2007 في ذاك التاريخ لما وضع بعض المحاور أو تكلم بعض القضايا وجه اتحامات نوعاً ما كبيرة كانت بالنسبة لنا وتكلم عن قضايا يعني ما هي حقاً صحيحة ولكن اعتقد أنها كانت بنوع من اللي بيانات وتصريحات صحفية اللي اعتقد كان لها غرض آخر غير الحق في ذاك الوقت حقاً أنا في 2007 كنت حارس وكنت متوجه أني أنا أتكلم مع الأخ مسلم براك لأن موضوع طروح على الساحة عن طريق الصحف فتوقعت بأن الأخ مسلم وصلت لمعلومات غير صحيحة وصلت لمعلومات نوعاً ما مضللة فحبيت توضح لهذا الأمر وقمت بتصرات كثيرة وعديدة في ذاك التاريخ تحدث معه حاولت التوضيح حاولت ولكن ما قدرت ولكن أنا أذكر تماماً إزاه الله خير الأخ والد الجري ساعدني في الوصول له وقدرت أحدد موعد مع الأخ مسلم براك وما أنسى التاريخ كان فيه 23 2007 تم التحديد أن الساعة وحدة الظهور أكون عنده في المكتب ورحت عنده المكتب في مجلس الأمة في ذاك الوقت وطبعاً قاعدت حول الساعة تقريباً أنتظر إلى أن يأتي وأذكر كان داش مع السيد الفاضل عدنان عبدالصمد وقاعدت وحقي كان متسع الصدر وتكلمنا على المواضع وقلت حق الأخ مسلم قلت له أنت طرحت قضايا كثيرة في ذاك الوقت فقلنا نناقش هوياك الآن عندي مستندات للرد على كل محور طرحته في ذاك التاريخ قال لي تفضل و بالفعل شرحت له بالمستندات مؤيد كل نقطة مؤيدة بمستندات هذا أي عام و سيد عدنان عبدالصمد كان متواجد فيه معاكم لا 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 أقعد لأدنان بس دخل مع الأخ مسلم وطلع حقه سلمنا عليه بس أنا أذكر المشهد في ذاك الوقت كيف دخل الأخ مسلم مع سيد عدنان وقعدت أنا عدنان بروحنا طبعاً مع السكرتير الخاص فيه مع مسلم براك مع مسلم براك وقعدنا وتكلمنا و شرحت له شرح وافي أخ محمد و بالمستندات المؤيدة على كل نقطة ذكرها حقيقة خذت مني ساعة و نص تقريباً ذاك الوقت اللقاء و قال لي خلاص سيرنا إن شاء الله أحاديث أخرى أنا طلعت بانطباع بأن الأخ مسلم استوضح عند الأمر استوضحت عند الصورة لم يكن هناك نتيجة أو كلمة تبين نتيجة هذه القعدة أو قد الفعل بعد القادة لا لا حقيقة كان يعني يسأل و جاوبه و وريني المستند و أعطيه و كل أمور هذه كله و طلعنا طلعت اعتقاداً مني حقاً بأن الموضوع انتهي خلاص يعني صارت صورة واضحة بالنسبة له و بعد أيام مفاجأ بأن توجه إلى وزير المالية ذاك الوقت بدر الأحميضي وعطى الملف نفسه صار لي حديث ناداني الأخ وزير المالية و قال لي عندي ملف من الأخ مسلم يعتقد بأن هناك تجاوزات يعتقد بأن هناك في جراءات غير صحيحة تمت في الشركة و قلت قمت فيها فأنا راح أشكل لجنة تقصي حقائق في هذا الموضوع قلت له بكل صراحة حق الأخ بدر الأحميضي أنت وزير المالية و أنت من عيني في هذه الشركة و تستطيع أن تقوم بما تراه مناسب نحن حقيقة ما عندنا شيء نخشه دائما رؤوسنا مرفوعة و لا نقاطي لحد تمام بعجالة بس محمد لأن أنا مرتب أفكاري فما في التقير شكل لجنة تقصي حقائق و خذت وقتها لجنة تقصي حقائق و سمعت لنا و تكلموا معنا و طلعوا تقريرهم و رجع الأخ مسلم و أثار معظم هذه النقاط ممكن لها معظم هذه النقاط في جلسة مجلس أمر في شهر 6-2007 و العضواء شكلوا لجنة تحقيق في ذاك الوقت في 2007 و من 2007 و لجنة حماية الأموال العامة تنظر في هذا الموضوع خمس سنوات و لجنة حماية الأموال العامة تنظر في هذا الموضوع كان أيامها رئيسها أحمد من ليفي و أذكر كان ديوان المحاسبة في ذاك الوقت يأخذنا و أسألونا و أخذوا نفس فصارات و أعطيناهم أشياء رسمي و أشياء ودي و كان موجودة من المعانة و تكلموا مع لجنة حماية الأموال العامة 2007-2008 إلى 2009 لم يكن هناك أي شيء من هذا الموضوع لكن 2009 لما ترأس الأخ مسلم براك رئاسة هذه اللجنة أعاد طرح هذه الموضوع مرة ثانية و فتح الموضوع مرة أخرى حقيقة نظر ما عندنا شيء نخشة و لا مستعدين من ذاك الوقت من 2009 إلى الآن بس قبل شهر بدأنا علاقاتنا مع اللجنة لكن طول هذا الوقت كان بلقاءات عديدة مع الهيئة و مع وزير المالية عن الموضوع تقصد أن التواصل الرسمي مع اللجنة بدأ من شهر ما كان في قبل أي لا بالمرة خلال خمس سنوات لم تتاح لي الفرصة بتاتا أني أنا أدافع عن نفسي عند لجنة حماية الأموال العامة إلا في اجتماعين فقط قبل خلال هالشهر هذا طيب راح نتكلم عن الاجتماع و كثير من الأمور سنة 2007 يعني اتكلمت في كثير من الأمور و منظونهم هذه السنة نأم سلم البراك أيضا وجه لك اتهام و مو بس أنت منفرد أيضا الأستاذ بدر السعد رئيس الهيئة العمل الاستثمار أنه فيه تنفيع فيه تنفيع بين الطرفين أولا شنو علاقة شركة الكويتية الاستثمار مع الهيئة العمل الاستثمار و هل صحيح فيه تنفيع أم لا أخ محمد يعني الأمر واضح في علاقة الهيئة العام الاستثمار مع الكي آي سي الحكومة تملك في الشركة الكويتية الاستثمار 76% فبالتالي هي ملكية إلى الحكومة و يدير استثمار هذا اللي هم الهيئة عامة للإستثمار فبالتالي هي علاقة مهنية بحتة العلاقة التي تربطني أنا كرئيس مجدارة شركة كويتية استثمار مع الهيئة عامة استثمار هي عبارة عن علاقة مهنية و أنا موثلهم في هذه الشركة لا يوجد أي علاقة مع الأخ بدر السعد العلاقة الوحيدة التي تربطتني فيها أظن في 85 لما زملتها في التجنيد لا أكثر على أقل لا أذكر أنه خلال أي علاقة كانت معه غير هذه العلاقة بشكل صريح علاقة قرابة نسب صداقة لا لا أحترمه شخص يعني كل إنسان يتعامل معه لازم يحترمه حقا فبالتالي خلال زماتي معه في التجنيد معه 320 آخر موجودين في هذه طيب السيد بيتر يعني عيال الاستنادات لنائب رئيس لزنة حماية الأموال في هذا الجانب على ماذا استند بهذه الاتهامات يعني ليش اتهم أنا أرد وأقول وأكد ما عنده مستندات وراك إياها والله ما يعني هو الأخ مسلم في كل مرة يشوح ولوح في مستندات يعني هذا أمر أمر غريزي وطبيعي عنده يعني ما ولكن إلى هذه اللحظة خمس السنوات طوال ما يعني وقال يا بدر ونوديك النيابة وكننا نقول في كل مرة وفي كل لقاء وفي كل تصريح صحفي يطلع معي يا جماعة سنروح النيابة النيابة خصم شريف بيني وبيني ما عندي علاقة مع الأخ بدر السعد إلا علاقة المهنية إذا في أي شيء غير هذا الأمر الأخ بسلم يستطيع يأخذ ما لديه مستندات التي تقول عكس كلامي وأيضا إذا بحق فيه باللجنة أو مجلس الأمة أو بودي النيابة نحن مستعدين ونحن بعيدين عن مسائل أمانتا يعني نحن وإن مواطن أعتقد هذا مو شيء غريب مستعدين يواجه ومستعدين يساءل إذا أخطأ نحن مستعدين الأخ مسلم سواء مجلس أمة أو عند النيابة نعم طيب أيضا في تصريح لكسنة 2006 يعني أنت قلت أن كثير من التهم قاعدت يليك من النأم مسلم لبرك والموضوع تصعد سياسيا طبعا في بداية اللقاء كان لك تعليق في هذا الجانب أن أنت موشخ سياسي ولكن تصعد سياسيا أمام الملأ المواطني يسأل شنو الخلاف بين بدر الأسباعي ومسلم البراك في شيء بينكم والله هذا خطأ سؤال محمد يعني وكن صادق وياك سألت نفسي أكثر من مرة مو مرة ولا مرتين ولا ثلاث كثير من المرات هل في شيء شخصي بين الأخ بيني وبين الأخ الفاضل ومسلم براك لا لا يوجد أنا تسألني أنا أوك ما عندي أي شيء تذكر عدل يعني والله قد أحاول تذكر أمان أنا تسألني أنا ما عندي قد يسأل هذا السؤال أخ مسلم والسؤال إذا فيه أمر شخصي لكن أنا بالنسبة لي ما عندي أي شيء وما عندي مشكلة معه وعن بالعكس أحترم و أحترم طرحه و أحترم قاعدته و أحترم كل ما يقوم فيه داخل المجلس يظل أختلف مع وجهة نظرة لكن يظل لا دور و دور فعال داخل المجلس يظل أنا ما عندي مشكلة أهو اللي عندي مشكلة لكن أنا أطرح شواهد معينة حقا خير أطرح شواهد و أخلي لك أنت يا محمد و الأخوان المشاهدين يقدرون شنو المشكلة اللي قاعدة تصير بيني و بين الأخ مسلم براك شوف من من 2007 إلى اليوم تدري تصريح و بيان الصحفي طرحها الأخ مسلم براك على الكوتي سثمار على بدر سبيعي إذا وزعنا تصريحه على ست صحف متعادة تصريح إيه أكثر من 252 تصريح صحفي إذا وزعناهم على ست صحف يعني منه بدر سبيعي اللي الأخ مسلم براك يصرح في خلال هذه الخمس سنوات أكثر من 252 تصريح موزعة على ست صحف أقول لك شغلة بعد و في كل التصريح اللي كان يذكرها بالسابق كان يذكر في اسمي داخل هذه التصريح أكثر مرة خمسة عش مرة بدر ناصر سبيعي بدر ناصر سبيعي وأقل مرة كانت خمس مرات و كان دائما في كل تصريح هذا اللي أنا شوية وأستغرب حقيقة هذا الكلام اللي بقوله أو المفردات اللي كانت تنقال تطلع من أخ مسلم ولا أستبعدها من أي نائب في مجلس الأمة حقا كان نقول أن دائما يربط أسامينا و يربط في التصريح السرق ما لآم السباح اللي ما لآم البوق البوق شون صاير أصفر أحمر أخضر وكر للثعابين هذه عزبة هذه خربة ديرة بطيخ معلومات كاذبة التضليل المراوغة التجاوزات عبث يعني لما ترتبط هذه الأمور كلها هالمسميات وهالمفردات مع اسمي ما تعطي انطباع حق الناس شنو الربط في هذا الموضوع فالناس سيربطون تجاوزات بدر سباعي تنفيع بدر سباعي سرق مال عام بدر سباعي استحاق سباحة مال عام بدر سباعي يعني إذا هذه اتهمات اللي سطرها الأخ الفاضل مسلل مبراك خلال خمس سنوات الماضية ولا راح النيابة ليش هذه أمرها سهل سهل جدا يعني ما ما نمعارف يعني اللي خل مسلل مبراك ما يأخذ هذه المستندات وهذا الكلام اللي قاعد يقوله ويأخذ مستنده ويروح له في النيابة هو راح النيابة قبل أنا بيني وسلم البراك قضايا مرفوعة مننا ومرفوعة مني بداية من 2007 بيني ومعنا قضايا مرفوعة وهو أيضا رافع عليه قضايا ودال درب النيابة الآن النيابة طريجها واضح وسهل يستطيع أن يذهب للنيابة بكافة مستنداته ويقدمها وفقا لماده 18 من قانون حماية المال العام ما جمعتها في سرقة المال العام قضايا بيني وبيني أذكر على سبيل المثال في قضية رقم 437 لأه 2007 وقضايا هو رافحة 393 على 2010 هو رافحة علي 392 على 2010 385 على 2010 و 2854 على 2011 قضايا لا يوجد قضية انتهت من هؤلاء وحدة وفي قضايا سابقة انتهت لكن في قضايا من هؤلاء ما زاد ساريا لقيت هذه اللحظة وهو رافحة يعني الآن أخم سلم دليت درب النيابة في موضوع الشخصي الخاص فيك ما تدل الموضوع الخاص في المال العام يعني ما تدل النيابة التي أنت تروح وتقول جماعة وتدافع عن هذا الوطن وشايف جدام عينك حرامي واستغلال واستباح المال العام ما تروح فيها لنيابة لا روح روح ما عنده التلويح وتشهير أمر يعني يعني ما صعب يعني أنت في بداية حديث قلت أن ما في شيء شخصي المشاهد أيضا يسألها السؤال إذا ما في شيء شخصي شون الأسباب والقضايا وكثير من الأمور شون الأسباب التي تخلي هذا التركيز للأمال إذا تحب الأموال في الأسبوع اللي طاف لأسبوع اللي طاف كان كان هناك تركيز كبير في هذا الجانب فإذا لم يكن في خلاف شخصي ماذا حدث خلاف على منهجية تم توضيحه أنا يعني عندما أقول أن الأخ مسلم فاضل لا يوجد خلاف بيني بينه أنا شخصيا لا أملك خلاف ناحيته نعم إذا يملك مشكلة عنده معي لا أدري عنه يقول إياه نعم لكن عندما يحدث هذا الابتزاز وتكلم عني في كل هذه المفردات ماذا القصد من هذا الابتزاز هل القصد أن أنا أذهب بيتنا وأدخل لا أنسلم ما دخلت بيتنا في 2007 و بنتي عايش عمره 12 سنة تقول لي من الصليل قرأت بالدريد أن مسلم يوديك السجن ها الآن شون تحاكي طفل عمره 12 سنة في هذا الطرح ما أرى غير ابتزاز ما هي هذا ابتزاز حقيقة ما أدري عنا بس أرد و أقول ما زلت قناعة و عندي أمل بأن الموضوع مصلحة وطنية إن شاء الله طيب راح نكمل الحديث و راح نعرف الابتزاز لك شخصيا أو لشخصية أخرى أو مقعد وزاري مشاهدي الكرام مستمرين في هذا الحديث و راح نسأل كثير من الأسئلة السيد الاسباعي بس رجعنا معاكم مشاهدينا الكرام و مع الأسئذ بدر السباعي أستاذ الكريم في تصريح لك أيضا ذكرت أن الشركة تتبنى الرأي الدستوري اللي يقول أن يعني مو من حق لجان المجلس طلب الشركات في القطاع الخاص أو قانون القطاع الخاص و مع هذا تم الحضور إذا هي مخالفة دستورية لاذا تحضرون سؤال طيب حقيقة هذا السؤال يعني خبراء الدستوريين و القانونين أفضل مني في الرد على هذا السؤال بس أنا أذكر أن مجلس دارتنا لما بدأت هذه الحملة و بدأت هذه التحقيقات استعان بأحد الخبراء الدستوريين وعطيهم رأي والرأي أن هذا الذي تفضلت فيه بأن التحقيق لا يشمل القانون الخاص ولكن نحن كشركة لأننا نؤمن أنا و أخواني أعظام مجلس دارة نؤمن بالشفافية و نؤمن بالتعاون قلنا يبهد رأي على جنب ولكن نحن مفتوحي و نرح و نقابل مو لجن تحقيق واحدة أربع خمس لجن تحقيق مجلس أمة مجلس أمة نفسها حقا لأن نؤمن بدور أعظام و نؤمن بأن مجلس الأمة لهم دور كبير جدا فبالتالي هذا الخلاف الدستوري القانوني ما نبي نتبنى و نقوله و إن كان لنا وجهة نظرة فيه ولكن نروح و نقدم أمراقنا و ندافع لنا ماكو شي نخشه أخي محمدان بداية حديثي قلت ما عندنا شي نخشه و لا شي ما نتكلم فيه كل أمور و كل أعمالنا واضحة مجلس دارة و كل قراراتنا على الفكرة كل قرارات اللي تناولها مثلا براك تمت وفقا لقرارات مجلس إدارة ثمان أعضاء فبالتالي مجلس دارة لم يبدر سبيع ما يتخذ القرار كل هذه القرارات اللي قاعد يتكلم عنها الأخ بفاضل مثلا براك تبناها مجلس دارة و قرارات مجلس دارة فبالتالي قال مجلس دارة قلت لهم بروح قال روح تكلم على الله و قدم كل ما عندك و الفعل رحت و قدمت ما عندي ولكن جلسة واحدة ما رحت قاعدت فضل جلسة واحدة رحت قاعدت معهم قبل أن تنتقل السؤال الثاني في هذه الجلسة ما بيّن طبع على أعضاء اللجنة بغض النظر عن الرئيس والله هي جلس أول جلسة طرّش لياها في 26 ثلاثة طبعا قال لي قالوا لي تعال اللجنة تحقتها بتشوفك بدون أي إيضاح بدون أي أي تفسير و رحت اللجنة و أنا ما نعرف شنو خلفية المواضيع تنترح أعطوني بعض المستنداء قال لي بعض البيانات و قابتهم يوم خمسة أربعة الاجتماع الثاني ما في اجتماع آخر غيره تمام طيب أيضا يعني في تصريحات النأب مسلم البراك يقول أن ديوان المحاسبة نسف لجنة تقص الحقائق و عملها اللي كان كانت مكلفة في عهد الوزير السابق بدر الحميضي يعني مدى صحة هذا الكلام أخي محمد أنا ماش في التغرير ولا طلعت عليه حقا والأخ مسلم هو اللي تكلم فيه نعم لكن أنا في إحدى تصاريح الأخ مسلم في أربعة أربعة قال وأكد ممثل الديوان أن تقريرهم قد تم تسليمه إلى رئيس ديوان المحاسبة و نحن نأمن من رئيس الديوان إسراع بإرسال تقرير الديوان إلى رئيس مجلس أمو هذا التصريح الأخ مسلم في جرائد يوم أربعة أربعة يعني مصرح يوم ثلاثة أربعة و أنا لم أقابلت اللجنة إلا يوم خمسة أربعة الذي معي مستنداتي و معي أوراقي و أتكلمت فمن يعرف كيف كونوا الرأي في هذا الموضوع قبل أن أخلص أوراقي مع الأخ مسلم و اللجنة و أعطيهم أنا أعطيك افتهمات مسلم الأخ مسلم في اللجنة ما رح أقول لك ما هو الموضوع لأن أنا أحترم أماتا أحترم لائحة الداخلية و المادة أربعة و خمسين تقول سرية الجلسات فبالتالي أنا ما رح أتكلم عن ما حدث داخل اللجان و ما هو الموضوع لأتكلمنا فيها ولكن أقولك ما هو افتهمات الأخ مسلم تاد أخ مسلم من بعضها يعني سرقة المال العام في عملية باطلة عمية بيع باطلة سرقة المال العام هذه واحدة اثنين إنشاء الصناديق و المحافظ لاستباحة المال العام هذه طبعا هذه المسلمات التي قدمها حق وزير المالية استغلال باب المكافآت واستخدام استخدام المال العام في توجيه سوق العاملين الصفقات و التجاوزات التنفيع و السرقة ردت على هذا الكلام أستاذ بادر ردت عليه واحد في كذا مجال في الصحافة لما أخ الفاضل براك رئيس لجنة حماية الأموال العام تكون اتهاماته وهو رئيس اللجنة اتهاماته علي بهذه القوة و يقول أنه في سرقة و في استغلال و في بوق و في تنفيع و ديوان المحاسبة متواجد عندنا بشركة طبعا أنا مستعد إذا تقرير ديوان المحاسبة أيد هذا الكلام ففرصتها الآن و ديوان المحاسبة إذا الأخ مسلم براك و ديوان المحاسبة طلع تقريرهم و اللي يقول أن تقريرهم تقرير ديوان المحاسبة نسف كل تقرير رجل تقصي الحقائق معناه أن في سرقة للمال عام معناه أنه في استباح للمال عام معناه أنه في استغلال الباب مكافأة للتنفيع واستخدام مال العام في توجيه سوق العاملين معناه في تجاوزات في تنفيع في سرقة أنا حقيقي أن أطر هذا التقرير جوان المحاسبة ما رح طلع عليه لأنه ما يعطوني يعطوني الأخوان فبالتالي أنا أعمل بس جزية بسيطة سريعة يا أخوان المحمد الأخ مسلم في تصريحه في جريد ثراي يوم 12 مارس ما قال يقوله معتبرا أن اللجنة التقصي الحقائق التي تشكلها الوزير السابق جاءت فقط وتمنح سك براءة فقط لا أكثر هذا قبل شهر مثلا براءة قبل شهر قال قبل لا يجتمع معي أول اجتماع اللي هو في 26 ثلاثة قبل لا يجتمع معي ثاني اجتماع في 5 أربعة قال قبل شهر أن هذه اللجنة تمنح سك براءة دعنا أقولكم في جريدة الراي أيضا في أكتوبر 2007 في أكتوبر 2007 قبل خمس سنوات ما قال الأخ مسلم أكد بأن اللجنة حرصت على أن تكون نتائجها مبرئة لبدر سبعي يعني هذه خارطة الطريق واضحة من الأخ مسلم موجودة من 2007 نفس الكلمات نفس التصوير تقريبا هذه في جريدة الراي 21 أكتوبر 2007 وهذه جريدة الراي في 12 3 2012 يعني الغريب في خلاصة النهائية في جريدة الراي أيضا في 13 مايو 2007 وزير مالية شكل لجنة تقصي الحقائق في 34 بعدها بأسبوعين تقريبا في 2007 ما قال الأخ الفاضل النائب مسلم براك اعتبر النائب مسلم براك أن الخطوات تقام بها وزير المالية بدر الحميضي تجاه تجاوزات الشركة الكويتية الاستثمار بين قوسين مقبولة بالنسبة لنا يعني لما الوزير المالية شكل لجنة تقصي الحقائق قال هذه اللجنة بارك الله فيك وزير المالية زين لازم يطلع تقرير لجنة تقصي حقائق في إيدان لي عشان مسلم براك يرضى عنه طلع تقرير لجنة تقصي حقائق قال في شهر تسعة أو زماني غلطان أن الملاحظات التي نسبت للشركة الكويتية الاستثمار الواردة بالمادة الثانية من قرار السيد وزير المالية تخالف صحيح الواقع والقانون حيث لم يتضح اللجنة أي تبديد الأموال العامة أو أي شبهة بسرقة المال العام أو أي استغلال المنصب بهدف التكسب الشخصي كما لم يتضح وقوع الضرر على المال العام حسب ما تم ذكره تفصيلا على النحو السابق في التقرير من أعضاء اللجنة سيد المستشار إبراهيم أشكناني من إدارة فتوى التشريع الدكتور محمود مدير إدارة القانونية في الهي عام استثمار السيد عبدالله البدر رئيس تقيق الداخلي في الهي عام استثمار السيد نشم الرشيدي مدير إدارة الرقابة المالية في وزارة المالية السيدة منال الدوسيري رئيسة الشؤون القانونية في وزارة المالية حقيقة أنا أشكرهم على ساعة صدر طيب أيضا من التصاريح اللي يعني ذكرنا لماذا تقعستم عن تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات عشان توصل للجنة حماية الأموال هذا مو كلامي هذا كلام من نائب مسلم البراك هل أمر صحيح تأخرتم في تزويد المستندات أنا قاعد أنا قاعد أحاول أنتقي كلماتي بس أخي محمد دوش العقل أن نحن تجرأ ومن نعطي دوان المحاسبة محاسبة مستنداتهم دوان المحاسبة له ممثلين في الشركة عندي أربع ممثلين لدوان المحاسبة في الشركة يدومون مع موظفيننا وموجودين معاننا مو أمس ولا أول أمس صار لهم ثلاثين سنة تقريبا وهم متواجدين بالشركة وكل مستندات الشركة تحديدهم وفقا للتعليمات صادرة مني أو من مدير عام أننا سهلون كل أمورهم فهل يعقل أني أنا أي وأقول حق الدوان ما نعطيكم شيء أحكرهم بالغرفة عندي بالشركة ما طلحهم ما يصير تقاريرهم واضحة وموجودة بالعكس نحن متعاونين معهم ونشيد فيهم الأخوان في دوان المحاسبة أنا وخير عان لنا خلال السنة السابقة فوق هذا كله بعثنا بصفة رسمية حدثة حق وكيل المساعد للشركات في دوان المحاسبة كل المستنات التي كنا ما أعطيناها الديوان الممثلين أعطيناها الأخ الوكيل المساعد في 15-3 في 21-3 و في 11-4 بوكسات فايلات ما أقل من 6 حقهم نفس المساعدات كل ما أعطيناها هم الأخوان لكن أعطيناها يا حق الأخ الوكيل نوري أن لا يوجد شيء يقعد نخش دوان المحاسبة حتى لجنة حماية المال العام في 5-4 أعطيناهم بوكس فايل كامل المساعدات التي طلبها حقيقة عندما أنا رحت اجتماع اللجنة في 5-4 كنت منتظر هذه اللحظة من 5 سنين خمس سنين وأنا أنتظر فوق هذا كله أخي الفاضل فوق هذا في كل جمعية عمومية البند الثاني من بنو جمعية العمومية سماع تقرير السادة دوان المحاسبة على مدى 30 سنة وكل سنة دوان المحاسبة يعطي ملاحظاته لم نأخذ ولا مخالفة ملاحظات نعم نأخذ بس ما أخذنا ولا مخالفة على المال العام أو مساس المال العام الحمد لله في فضل الله مو جهدي هذا جهد أخواني الموجودين نعم يعني هذا في كلا جمعية عمومية يحصل هذا الأمر نعم طيب طيب دوان المحاسبة ما تم تزويد يعني ما قالوا حق لجنة حماية الأموال العامة برئاسة إذناء أبن سنة براك أن الحاصل الموظفين اللي موجودين أنا ما أدري ما أدري ما أدري ما أدري سارو يعم بس يعني نحن في لقائي مع لجنة حماية الأموال العامة في خمسة أربعة من خمسة أربعة ما طلع تصريح أي تصريح حق لأخ سنة براك بالمرة إلا التصريح في عشرة أربعة قالنا يوم أربعة عشر نعم غيره ما يبطاري ما تكلم ما لقال شي بالمرة نعم مشاهدين الكرام رح نستمر في هذا الحديث وأيضا رح نأخذ وجهة النظر الأخرى من خلال تصوير يعني إلا أننا أمس المبارك يشرح فيه كثير من الأمور بس بعد هذا الفاصل رجعنا معاكم مشاهدين الكرام وبالحديث مع الأستاذ بدر الأسباعي وقبل لا نرجع ونتكلم في كثير من المحاور خلونا نشوف تصريح لنأم سلون براك يتكلم فيه عن توصية بإيقاف بدر الأسباعي نشوف التصريح ونرجع قررت اللجنة بإجماع عضائها الحاضرين رفع كتاب إلى مجلس الأمة لاتخاذ غرار تمهيدا لرفعه إلى الحكومة وإلى وزير المالية على وجه التحديد باعتباره المسؤول عن الكويتية للاستثمار ولمصلحة التحقيق ولاستكمال إجراءات التحقيق للوصول الحقيقة وقف بدر السباعي عن العمل لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق ورفع التغرير لمجلس الأمة لجهة حماية الأموال العامة يفترض إذا وجدت ما يمس المال العامة تحولي النيابة أو الطلب من الوزير المختص تحولي النيابة والرغم أنه مجدارتنا وأنا بالسابق وما زلنا نستمر في هذا العام لأنه ما عندنا مشكلة طلبنا أن نجدنا رغم النيابة وسادلنا وزر المالية رغم النيابة وخاطر مجلس وفالة خصوص أنه رغم النيابة لأن النيابة بالنسبة لنا خصم ورغم وفريط نحن وهنا المسلم هو الخصم والحكم والقاضي والسجان والمدرعام والمحق والمباعر لأنه أخذ أدوار كلها حقيقة بفجأة نحن نأمل ننقى بنفسه أن يكون خصم وقاضي ويصدر الأحكام أن يصدر حكم مشاهدين الكرام شفنا التصريحات من النائب مسلم البراك وأيضا من الأسراد الأسباع وأيضا يعني السؤال راح يكون لجنة حماية المال العام رفعت توصية بإيقافكم عن العمل شون تلقيت هذا الخبر وأيضا المفارقة أن الجمعية العمومية تم التجديد فيها بعد ساعات للأستاذ بدل الأسباعي في نفس المنصب حقيقة أنا أحترم أخ الفاضل رئيس لجنة حماية الأموال العامة وأحترم أعضائها وأحترم أعضاء مجسم وكلهم وقرارهم على العين والرأس هؤلاء الممثلين للأمة ويمثلوننا وكل قرار يتبنونه على سمع وطاع ولكن بس خنوضح جزئية بسيطة للأخ مسلم وطلعت ثلاث تصاريح على فكرة خلال عشر ساعات أول تصريح قال قررت لجنة حماية الأموال العامة على وقف بدر سباعي عن العمل لامتناه عن تقديم مستندات هذا أول تصريح سرحه بعدين أتبع فيه تصريح ثاني بعد ساعات وقال أن لجنة حماية الأموال العامة صوتت على إيقاف بدر سباعي عن العمل لحين انتهى التحقيق تصريح الثالث الذي تفضل فيه أنه يرفع توصية إلى مجلسهم ولكن أول شيء قال نحن قررنا وقفنا على العمل لأننا لم أعطينا مستندات حقيقة أريد أن أعطي تسلسل بسيط عن هذا الموضوع والقرار لك أخ محمد ولمشاهدين الكرام قبل لا تكمل أستاذ بدر أنا شاهدت المقطع الحديث كان قرار برفع كتاب ما توصية كان قرار برفع كتاب لإيقاف بدر سباعي عن العمل هذا المنصل الذي قاله في هذا التصريح الذي تم عرضه قبل قليل لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن أولا لم نزلت من الطائرة الساعة 12 و 30 بالليل يوم السبت أولا تصريح وصني من النيوز والأمور هذه كلها تصريح تفضل في الأول بعدها نياني تصريح الثاني بعدها نطلع بالتلفزيون فقد أكون أنا غلطان أو قد تكون هذه الأخبار التي طلعت في التويتر وفي النيوز أريد أن أعطي تسلسل بسيط قلنا أن التحقيق صار لخمس سنوات كاملة و لجنة حماية المال العام تحقق في هذه التجاوزات التي قالها عنها مساء الله أبراك في 21 ثلاثة يأتي دعوة من رئيس مجلس أم محمد السعدون يدعوني يقول لي فيها أنهي لكم لجنة حماية الأموال العامة بصفتها لجنة التحقيق تودوا اجتماع بكم وذلك لمناقشة تكليف مجلس أمه بشأن قانون بالربط ميزانية لهذه عامة الاستثمار و الأمر الثاني تكليف مجلس الأمه بند مناقشة برنامج عمل الحكومة أنا حقيقة يعني مستند بس الساعة 12 ونصف يوم الثاني 26 وثلاثة مفترض أن هناك محاور هناك أسئلة هناك استفسارات لأنني متهم الرئيسي الآن أو ترى بالنبيك لكي نحق إياك موضوع واحد اثنين ثلاثة أربعة يعني لكي نصلح التحقيق رحت حقيقة الاجتماع وقعت في الاجتماع و تناقشنا و اتفقنا فيه و لم تتكلمنا عن أي موضوع لأنني قلت لهم لازم أكون أنا مستعد و لازم أكون أنا جاهز لهذه البيانات و الحقيقة كانوا متفهمين الأخوان في اللجنة قالوا و رح نعطيك كافة للسفسارات باتشر كان الحاجين اثنين باتشر و عندك أسبوع ترد علينا قلت له أسبوع بالنسبة لي كافي ما عندي مشكلة خلصوا معنا يوم الثاني بعد ساعة اتضرت للثلاثة ما جاني شيء من الأخوان مجلس أمه الأربعة ما جاني شيء من الأخوان مجلس أمه الخميس ما جاني شيء من الأخوان في مجلس الأمه يوم الأحد استلمت كتاب مختوم عندي بالتوقيت الساعة 11 و 3 استفسارات من اللجنة تضم أسئلة رئيسية و فرعية 48 سؤال يبوني أيهم باتر ما أعتقد في خلال أربع ساعات الباتر من الدوام أني أجند موظفيني عشان أروح باتر فأسأذنت من رئيس مجلس أمه قلت لأي بقى أنا ما أقدر أحدد لي موعد ثاني بالفعل يعني كتاب من رئيس مجلس أمه فاضل و قال لي موعدك منع الرغبة لجنة حماية الأموال العامة يوم الخميس خمسة أربعة ساعة عشر و نص يوم الخميس خمسة أربعة الساعة 11 في جلسة مجلس أمه في الحيان يبوني ساعة عشر و نص عشان ناقش 48 سؤال الرئيسي و فرعي في اللجنة لمدة نص ساعة أكو شيء يعني ما يمديني و بعد ذلك رحت حقيقة رحت اللجنة و دخلت اللجنة الساعة 11 و حضرنا اللجنة ولكن الحقيقة اللجنة كان معظم الأعضاء كانوا يروحون للجلسة و يرجعون و كانوا متواجد فقط الأخ مسلم و قاعدت ثلاث ساعات في هذا الاجتماع و كنت سعيد جدا أني أنا طلعت كل اللي أبي أقوله فيما يتعاق المحاور و لكن كان جبيلي مسلم فقط هذا اللي كان موجود و أخي محمد الجوهل أما باجي الأعضاء كانوا يروحون للجلسة و يردون ما كانوا متواجدين و بعضهم ما حضر بالمرة أحد الأعضاء ما حضر للجلسة فكانوا ودينا لكل الأعضاء يكونوا موجودين الكل يسمع ردودي ما كانوا موجودين ما عندي مشكلة فقلت حق تكملنا هذا الموضوع و حطينا رد عليه الأخ مسلم بعد ثلاث ساعات قال لي والله موضوعك رح يطول و لدينا لجان تحقيق أخرى فجهز لي واحد اثنين ثلاثة و نكمل الاجتماع القادم قلت حق الأخ مسلم أسبوع القادم أنا مسافر ما أقدر أقعد في الاجتماع خلال الأسبوع القادم أرد عليه قال لا لا تقول الناس يا الأسبوع اللي وراء أو بعد أنا مشغولين كل الأسبوع قلت لأ خير و حقيقة وجه أحز أمور اللي السفر كل شيء و فاجأ بكتاب يبيني يوم السبت الساعة السابع بالليل أنسان قال لك أني أنا مسافر حقيقة ما أدري ما هو القصد الأخوان في الشركة بعثوا كتاب حق رئيس المجلس يوم الخميس قالوا لي براءة الإدارة مسافر رح يداوم يوم السبت و خمسة أربعة آخر اجتماع له ويا في عشرة أربعة الأخ مسلم شي يقول في تصريحه يقول نوه البراك إلى أن لجنة حماية الأموال العامة ستعقد اجتماعها المقبل يوم السبت لاستكمال التجاوزات المنسوبة للكويتية لاستثمار بشكل نهائي بحضور بدر سبيعي أنزيل أنت يا أخ مسلم قلت أن بشكل نهائي يوم السبت و أنت دنيا أنا مسافر و دق السكرتير اللجنة عليه و أنا بالطيارة جاي من تركيا الساعة ثمان ورمع بالليل يطلع الآن الآن عقب هذا الاجتماع يطلع إقاف يطلع الأخ مسلم بتصريح في الراي و يقول فيه يوم 16 أبريل يعني صادر يوم 15 نعم البراك يعلن توقيف سبع عمل في 2012 هذه موندة اللحظة الأخ مسلم براك قال أخ مسلم براك في 21 5 2007 في 2007 أخ براك طالب وزير المالية بإيقال تسبيع المنصبة هذه خارطة الطريق رسمها الأخ الفاضل مسلم براك من 2007 في 2007 قال طالب وزير المالية ذاك الوقت إيقالتي و الآن بعد ما حصلت للفرصة أن يعطيهم كل المستندات وقعد أجهز طلبات وجهزهم له يأتيني وفي يوم سفري يقول لي أن والله قررت اللجنة إيقافك عن الأمن لا أجل تفسير وأنك تحترم هذا الأمر وكان في رد منكم يعني على موضوع الإيقاف وأيضا وزير الشمال يرد يعني إذا كان في حق أو ما في حق ولكن في معلومة ذكرتها في تقديم المستندات نحن نسمع العكس العكس يعني من طرف الآخر لما يقولون أن لا في تهاون في تخاذل في عدم تقديم المستندات يعني تسعون لتعطي العمل للجنة بس بشكل سريع وقبل الحديث لجنة معلومة الأموال لها حق إيقاف بدل أسبوع العمل ولا لا لا اللجنة لا أم سلم الأخ مسلم فاضل يعرف أنه ما لا حق لا حق رفع توصية لمجلس الأمه ولماذا ما لا حق لا يعني هي توصية يرفع توصية إلى وزير المالية بالطلب بالإيقاف على العمل والقرار عند الحكومة قرار يكون عند وزير المالية في ذاك الوقت يمر في جراءات طويلة وإذا رأى وزير المالية بالعكسس هلأ يأخذ الموضوع يحول النيابة نعم طيب المعلومات التي تطلبها اللجنة لجنة حماية الأموال يقال أن أنت ما تسلمونهم وما يعني تحاولون تعطي العمل للجنة غير صحيح غير صحيح بالمرة وقدمنا كل المستندات التي طبوها للجنة وما ذات عندي بوكس فايل طالبة مني الأخ مسلم أنتظر بس يستدعيني عشان أروح أعطيها وأتكلم معه تمام يعني توصية اللجنة بقرار الإيقاف بعدها بفترة تم التجديد لبدل الأسباعي ليكون في رأس هرم الشركة مرة أخرى أيضا بعض النواب وما اقتصر الموضوع على لنزحة الأموال العامة شافوا الموضوع تحدي كأن هناك تحدي للتوصية المرفوعة هل قرار التجديد كان تحدي من الجمعية العمومية أخوي الأخ مسلم البراك يعلم تماما بأن قرار التجديد الموثلين لها عامل استثمار لا يتم خلال ساعتين يمر بإجراءات طويلة طويلة جدا يمر بمراحل إدارة المعنية في هيئة عامل استثمار تدرس الموضوع وفق المعايير معينة وأسس معينة ترفع الرئيس المدير التنفيذي لهذا القطاع ويرفع توصية إلى العظم متداب العظم متداب يرفع توصية إلى اللجنة التنفيذية مات لهاية عامل استثمار ثم ترفع رئيس لهاية عامل استثمار لاعتماده هذه تم هك لب ساعتين وصرح وزير المالي وقال هذا موضوع من شهر 12 يعني إقارات مهنية مقارات صوق ماصلي على قوت الكواتيين لا إقارات مهنية بحتة فتأخذها فترة طويلة وقرار متخذ من فترة طويلة موته نعم طيب أستاذ الكريم نتمنى نكون غطينا هذا الملف بشكل بسط عندك ملاحظة في النهاية اي والله انا خلصنا اي نعم انا بس عندي احنا في شركة كوتي استثمار يعني صارنا فترة طويلة جدا نتكلم عن قضية رئيسية هذا عندي قرار مجلس إدارة تمت الموافقة على طلب رئيس مجلس إدارة اللي هو أنا بمخاطبة الهيئة العامة للاستثمار لمخاطبة وزير المالية لاتخاذ اي اجراءات لازمة بشأن اي حالته لنيابة الاموال العامة للتحقيق بكافة الدعاة مثلا براك الاخوان موجودين أنا وسيد مشاري الخالج براك الصبيح وجمال السليم حمد عبدالرسليم حمد عقاب الخطيب ونوري السالم قرار مجلس إدارة أنا طالب أن نروح النيابة وطلعنا وزير المالية على ضوء هذا الأمر رفع كتابه رسمي حق رئيس مجلس أمه وقال كما يمكن أن تتم إحالة السيد رئيس مجلس الإدارة إلى نيابة الأموال العامة وهو الأمر الذي طالبه به المذكور الذي أنا طالبته للتحق من هذه الدعاءات حتى وزير المالية رفع كتاب رئيس مجلس الأمه قال إذا أكو أي شيء في هذا الموضوع ترفعونا لا يوجد المشكلة نعم ما زلت أرد وأكرر أطلب من الأخ مسلم أن ينقى بنفسه لحيادية التقرير وحيادية اللجنة بيني بين قضايا نعم وهو صاحب الدعاءات أن يبتعد قليلا عن هذا الموضوع ويعطي الفرصة لللجنة للتحقيق والتأكد وطلعون القرار الذي يرونه مناسب لا لدينا مشكلة أستاذ الكريم بدل الأسباعي رئيس مجلس إدارة الشركة في الستمارس شكرا جزيلا لك على ساعة صدرك والرد على جميع الأسئلة والتساؤلات التي ممكن تكون أيضا من الناس وليس فقط من رئيس لجنة حبارة الأموال العامة مشاهدينك شكرا بارك الله فيكم شكرا لتعادة مشاهدينك الكرام بعد الفاصل سيكون معنا النائب عبدالله الطريجي وشبكة شبكة تجسس التي تهدد النظام بعد هذا الفاصل رجعنا معكم مشاهدينك الكرام ومع ضيفنا الدكتور عبدالله طريجي الناب عبدالله طريجي أهلا وسهلا فيك معنا في لقاء الرأي يا أهلا مرحبا دكتور بداية يعني تصريح تصريحك الأخير والخطير أيضا في خصوص معلومات قدمت لك من مواطن يقول أن عنده معلومات أنه في شبكة معينة شبكة تجسس السؤال البديهي هذا المواطن من وين المعلومات بسم الله الرحمن الرحيم طبعا في بداية تقدم لقناة الرأي بالشكر للجزير على هذه الدعوة الكريمة وعلى شخصك الكريم في الحقيقة عملية تصريحي أو ما قلتها في لوسائل الإعلام طبعا كان في جلسة يوم الثلاثة للرد على الخطاب الأميري لصاحب السمو حفظ الله طبعا كنت أيضا من مسجلين على أساس أني أتحدث ولكن يعني لسوء الحظ بعض الصلاة لم يكن هناك أيضا لصاف فراحت صرحت لوسائل أنا طبعا بقول لك يعني ليش صراحت وليش تكلم طبعا لما ني كنت برد طبعا صاحب السمو في خطابه الأمير يحفظ الله كان عدد من المحاور وجهها إلى مجلس الأمة أو للسلطة التنفيذية صاحب السمو شقول الأخوة الأعضاء المحترمين محترمين يواجه اليوم وطننا العزيز جملة من التحديات الداخلية والأخطار الخارجية تعرق المسيرة على طريق البناء والتقدم وتعرق جهيد التحقيق التأمير وتهدد الأجيال الغادمة مستوى إن لم نحسن وننشط جميعا لمواجتها متعاونين متكاتفين لدفع شرورها والتقاء أواغبها إن التصدي لهذه التحديات والأخطار يجب أن يتصدر أولويات أعمالكم أولويات الأعمال فالوحدة الوطنية وتعزيزها وترسيخ مقاوماتها ومحاربة الفتنة والفرقة تمام أي نعم اليوم صاحب السمو لمن يوجه خطاب إلى أعضاء مجلس الأمة وإلى السلطة التنفيذية ويخلي موضوع الأمن فهو طبعا يعني أكيد لنظرة يعني وحية أنا في الحقيقة يعني أنت عارف يعني اليوم أنا وقيري بعضنا كنا ضباط سابقين في وزارة الداخلية وإيضا اشتقلنا في بعض الأجهزة التي طبعا تتعلق في الأمن لما أنت تحلل في الفترة الأخيرة نجد يعني هناك يعني هناك وجود يعني بعض المغردين أنا لما أحل الموجود وأشوف أنه طبعا هناك ثلاث مغردين الشباب أعمارهم مع بعض متناسبة هؤلاء يعني تعرضوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى عربة ومن ضمن هؤلاء المغردين أحد المغردين طبعا ضبط في في جهاز أثناء التفتيش ضبط على يعني ضبط على كيفية تصنيع المواد المتفجرة واستعمالها وخاصة أنواع القنابل الملوتوف والقنابل التي طبعا تتعامل في المسامل هذا من المغردين أحد المغردين الملوتوف والقنابل التي فيها موضوع المسامل طبعا هي نفس القنابل التي استخدمت في في البحرين طبعا يعني تقصد كيفية تصنيع تصنيعي تصنيعي والاستخدام يعني اليوم اليوم لما طبعا يعني يعني هذا المواطن واتصال فيني الأمانة يعني أقدم له الشكر وجزيل وقدم لي هذا التغرير يعني أقسم لك بالله هذا هو اللي قدم لي وهو على علاقة في هذه المجموعة فطبعا لما انقعت معه واطلعت على يعني المعلومات اللي قدمها لي فبالتالي يعني أوصل يعني معلومة إلى إلى الحكومة وصلت إلى معلومة الحكومة قبل فترة ولكن الحكومة يعني دائما متقاعسة وبالتالي انتظرت فترة لم أجد يعني أي تجاوب وبالتالي أصبحت يعني أمام خيار وأنني أصرح للرأي العام وضع الحكومة أمام مسؤولياته وحتى يعرف الشعب الكويتي ماذا يدور في الكويت تمام يعني تكلمت أيضا عن محامي يقود هذه الشبكة نعم ولم محت كثيرا لابنعرف أفراد الشبكة عندك معلومات عنها كويتيين جميعهم كويتيين هم طبعا هم كويتيين وبعضهم من الخليج يعني أحد دول الخليج يعني اليوم يعني المفروض وزارة الداخل يعني ترى هذه التقريدات التي موجودة يعني التقريدات التي موجودة داخل جسمه يعني ترى أحدهم يعني دائما يتعرض إلى حكام السعودية وإلى النظام البحريني محاولة التهجم عليهم ووسبهم وخاصة طبعا يعني العاهل السعودية حفظ الله وولي العهد ووزير الداخلية تجد أحدهم محامي محامي ياسر الحبيب الهارب الذي طبعا أدى إلى جزء من هذه الفتنة تجد يروج أحدهم بأن الشرطة الكويتية ستهدم الحسينيات وستحرق القرآن كما حصل في البحرين التهديدات مستمرة لقلب النظام في البحرين يتوعد في تغريداته بقزو السعودي الكويت الدعا في تاريخ في أحد الأيام بأن هو ومجموعته سيكونون في المستقبل هم خدام الحرمين الشريفين وصف العاهل البحريني بالسفاح صرح بأن البحرين تابعه طيب طيب يعني أبو أحمد تكلمت عن كثير من التغريدات نعم ولكن هذه الجانب التحليلية هناك وثائق في التقرير وثائق غير تغريدات يعني أنت ربط حالة صارت في الشارع الكويتي نعم من مغردين معينين وربطهم بجانب تحليلي هناك وثائق معينة و شيء ثاني واضح عندكم شنو أهداف هذه الشبكة باين عندكم الأهداف صريحة طبعا من خلال من خلال هذا التغرير من خلال هذا التغرير تجد لمن يدعي هو وغيره أنهم في يوم الأيام في يوم الأيام سيكونوا خدام للحرمين الشريفين فبالتالي هذا الدليل على أن المملكة العربية السعودية ستسقط وبالتالي هو يقول لك أن في يوم الأيام سيستولع السعودية إذا الآن السعودية والبحرين يسعون إلى أسقاط النظام فبالتالي هذا الدليل على أن الكويت مضمونة يعني اليوم أنت بتكلم إذا السعودية ستسقط والبحرين تسقط فبالتالي الكويت مضمون سقوطها يعني اليوم اليوم نجد أن بعضهم بعض الموجودين الأسماء كان متهم في قضايا تفجيرات في الثمانينات أيضا كان متهم في قضايا أسماء الموجودين تجد ياسر الحبيب واحد ما بس نطلع عن المسميات لكي نتكلم بشكل عام بشكل عام اليوم تجد في أحد الاعتصامات التي حصلت في الكويت قبل فترة معينة لما تجد وخلال الصور الموجودة عندي رافعين العلم الذي يسمونه الخدم المنتظر فبالتالي لما الداخل لكويت يرفع العلم هذا في ساحة الإرادة ما يدلك عليه؟ أين وزارة الداخل؟ أي تجمع؟ تجمع على أساس موضوع محمد المليفي الأعتصام الذي حصل طبعا أنا لا أدافع عن محمد المليفي ولكن لما يصبح تجمع وبالتالي يرفع يرفع الآن نظر لك العلم يرفع 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 العلم المهدي المنتظر أو شيء يرفع هذه العلم خدام المهدي المنتظر نعم ترفع الجسمة ترفع داخل الكويت فبالتالي تحس أنه هنا ماذا ربط هذا؟ يمكن هذا جانب عقائدي أبو أحمد يعني صورة ياسر تجد لا ترغس أو ترفع الصورة في الكويت وبالتالي الشخص هارب ومطلوب للعدالة نعم اليوم تجد أيضا قبل فترة معينة تجد قبل فترة معينة أيضا أسلحة معينة فقدت من أحدى المؤسسات الأمنية أجهزة دقيقة فبالتالي هذه كلها تضعك أمام أمام علامة استفهام فبالتالي المجموعة هذه وعملية أيضا وجود بعض الأخوان من البحرين الذين أيضا شاركوا في عملية محاولة الزعزعة الأمن يتواجدون داخل الكويت ويجتمعون داخل الكويت هذه كلها تثير علامة استفهام مع هذه المجموعة طيب للشبكة هذه اللقات كامل تذكرت كثير من الأمور محمول أحد المغردين في آلية لتصنيع القنابل كثير من الأمور هذه الشبكة بدأت فعليا بالعمل أو مجرد معلومات عن تنظيم لا هي طبعا هي قاعدة تجتمع قاعدة تجتمع وعندها مكان في بيت موجود في أحد المناطق وأنا طبعا رحت مع الشخص هذا وشفت البيت وشفت طريقة وجود بعض الأجهزة في هذا البيت من الخارج أجهزة شنو؟ يعني مثل أجهزة يعني لاسلكية وغيرها فتجد أن البيت يثير الشك يعني أيضا لما تي وتحط البيت هذا للاجتماعات أيضا هناك علامات استفهام يعني طيب بلغت وزير الداخلية في هذه المعلومات التي وصلت لك قبل مؤتمر والله أنا طبعا كنت أتمنى أني أشوف وزير الداخلية وزير الداخلية كان مرتبط في استقبال أعتقد جلات الملك غابوز وبالتالي التقيت مع الأخ مدير أمن الدولة الأخ الفاضل لواء عبد الحميد العواضي بوجود الأخ الدكتور فيصل المسلم وقعت معه وسلمت نسخة وبالتالي طلعها نسخة وأيضا هو يعني الرجل شافه ومن خلال خبرة الأمنية فالظاهر عنده أيضا يعني معلومات يعني أعتقد يمكن عنده بعض المعلومات عن هذه عن هذا أولاء الأشخاص طيب أبو أحمد أنا قبل شم يوم استوقفني تصريح للنائب عبد الحميد دشتي ما أقول على لسانه نشوفه ونرجع نتعلق عليه ومشاني الكرام نشوف تعليق أو يعني تعليق النائب عبد الحميد دشتي على هذه الشبكة ونرجع نحن مخترقين أجهزة مخابرات تعبث في الكويت إذا كل يوم أحد بيعطيني ولا بتيني من وراء الحدود ورقة وإنه والله هذا يقول عن فلان وهذا يقول عن فلان وأنا أخذها وأصرح فيها للإعلام وأشغل الرأي العام بعدين تطلع فاشوش إذا ما وقعت المستندات والأدلة تحت يدي ومحصها وأتأكد من سلامتها ثم أتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة قبل أن أظهر أمام الإعلام لأن الآن إذا كان فيه أحد متهم هرب البارح طلع من الكويت لكن أنا يجي وقف جدام الأخوان وأقعد هاي أشطح والله وفيه ومحامي بالمشمش راح تشوفون إنه أكو محامي ولا أكو أحد تشوفون بو أحمد دفس السؤال يعني وحقيقة سؤال منطقي ليش ظهرت في المعلام ليش ذكرت هذه المعلومات ممكن تعطيهم نوع من الحيطة من السرية ممكن يسافر ممكن يسافر هذا الأشخاص اللي يقومون بهذه الشبكة ليش ما تم التكتيم عن الموضوع والعمل فيه بسرية عشان ما تفيدهم والله أنا قلت لك في بداية الكلام قلت لك أنا وصلت معلومة ولكن وجدت أن هناك تقاعس هل معنى وجود تقاعس أني أنا بنتظر وبعدين إذا بينحاشون أو بيروحون المهم البيانات والأدلة موجودة ووزارة الداخلية موجودة فبالتالي الآن أنا سلمت التغرير كامل إلى وزارة الداخلية مثل ما سلمت التغرير عن الضابط العراقي أنا سلمت التغرير عن هذه المجموعة ما نرى رادة فعل وزارة الداخلية لا تسلح لا بالنفي ولا بالتأكيد لا عاد وزارة الداخلية أنا طبعا بالنسبة لي هذه أمانة وصلتها وبالتالي عاد وزارة الداخلية تتخذ إجراءاتها يعني مثلا الضابط العراقي لما نيت أنا وسلمت الصور المستندات تقريبا 12 أو 13 مستند إلى الأخ وزير الداخلية وزارة الداخلية طبعا يعني أخذ هذه الأوراق وكلف بعض الأخوان في وزارة الداخلية والذي عرفه أن الأمور ماشا في طريقها الصحيح نبي في ملف الشبكة التجسس نعم شون تشوف تعاطي وزارة الداخلية معقولة يعني تكلن في قضية تمس النظام ما كان في ردة فعل حتى لو بالكلام بالتاليفون تأكيد نفي في هذا الجانب لا في بوادر ممكن يا دكتور شفنا هالأمور ولا نهائيا ما كان فيه لا لا شوف شوف خين تكلم واضحين يعني احنا الكويت مرت في فترة من الثمانينات إلى الغزو مرت في عملية تفجيرات ووصلوا إلى رأس المرحوم الله يرحمه الشيخ جابر فبالتالي الكويت مستهدفة يعني مو شي جديد عرفت شون وإحنا أقول إحنا الله حافظنا سبحانه وتعالى يعني إحنا الله حافظنا بركة في يوم الأيام بعض من غامب التفجير أنا كنت في جهاز وعداء وأذكر أن أحدى السفارات خرجت بعض المتهمين عن طريق توابيت كانوا منخشين بعد التفجيرات منخشين في أحدى السفارات و أحدى تتهم نفس الفئة التي كانت في الثمانينات التي تتهمها في الثمانينات نفسها تتهمها الحين لا هو ارتباط موجود وتهديد السابق وأنا أعتقد أن هناك أجندة موجودة طيب معلومات أكثر عن شبكة تجسس أبو أحمد العدد كبير أو بسيط لا أعتقد أنه هو عدد يعني أنا لا أستطيع أن أعطيك العدد الكامل لا يستحفظ يعني ممكن أن تكون تقرير تحليلي لا أقام بالضبط لا أنا العدد الذي عندي أسماء الرئيسية المتواجدين لحضروا الاجتماع أسماءهم وصفة كل واحد منهم ومنصبة في أي وزارة وفي أي مكان وبالتالي بعض الأشخاص من الدول المجاورة طبعا أسماءهم وأنا بلغت الأخوان في وزارة الداخلية دكتور تتحدث عن خلايا داخلية تنسق مع جهات خارجية إلى ماذا تشير بصريح العبارة للمشاهدين إلى من تشير إلى ماذا تشير ما هو الخطر يعني خطر هناك هناك من يحاول أن يزعزع الأم في الكويت وبالتالي زعزعت الأم في مقصود فيها إسقاط النظام اليوم لما واحد ييك ويتكلم ويقول السعودية ستسقط وسكون نحن مسؤولين عنها اليوم لما إي واحد يقول نحن طائفة معينة انتماءنا وحبنا إلى الجمهورية الإيرانية الإسلامية وبالتالي السعودية ستسقط لما نقي واحد يصرح خارج الكويت ويقول من الكويت مرورا من البحرين إلى السعودية ستكون تابعة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تتكلم أن لا ترى خطأ ولكن حالات شادة ما صار الربط ما بينهم خصوصا في التقرير الذي لديك يعني لماذا لم تكن من أشخاص مخطئين أو وجهة نظرهم خاطئة أو ميونهم خاطئة ما تم الربط؟ أن لا شبكة منظمة تسعى لإسقاط النظام طبعا شبكة منظمة أنت اليوم لما يكون واحد مسجون داخل السجن محكوم عليه بالسجن داخل السجن في دولة الكويت ويتم عمل تنظيم خروجه وإخراجه من الكويت وهروبه اليوم أنا شوف عندي اسم عندي اسم وكيل الضابط بالجيش الكويتي تبين أيضا طبعا ما راح تقوله طبعا ما راح أقوله يمكن أن أقوله لك اليوم صادوا أضبطوا وحولوا إلى النيابة بعد فترة تم إخراجها الآن موجود في أحدى الدول اليوم سنكون واقعين صادو على أساس شنو قصة الضابط ما نعرف سلس قصتها شمي كان يصور أيضا داخل المعسكرات وكانت عنده اتصالات يعني ضبط من قبل جهاز الاستخبارات وأيضا الاتصالات في نقل معلومات عن الجيش اليوم دعنا نقول لك شيء بالنسبة للوضع الأمني اليوم البحرين لما كان صارت الزعز شنو الهدف الأساسي من عمية الزعز كان هو سقط النظام تمام سقط النظام لماذا لا سقط النظام ما سقط النظام لأهل الهن هل يبد لا ترى المقارنة خاطئة يعني نحن الآن لا نتكلم عن بشأن البحريني لكن لا ترى المقارنة خاطئة واحد الوضع القويت أكثر استقرارا أيặtنا كتعايش كانالة فيق смерى أنا لاテكلم عن الفئات دعنا تعايش أنا نخص لك ما نتكلم عن الفئات نحن نتكلم عن فئة معينة أشخاص معينة أنا لا نتكلم عن الشعب الكويتي نأشف إنك راح نأشق الكويتي نحب الكويتي نتنجد عроб في اسراء لكن هذا لا يعني أن لها أجندة متطرفة لماذا سنكون واقعيين اليوم أنا أسألك سؤال الآن من قاعد يحاكم هل هناك شبكة تجسس الآن سيصدر الحكم في الشهر الغادم من هي شبكة التجسس سبكة مكونة من مواطن الكويتين وبعض الجنسيات تم الضبطهم الآن سيصدر عليهم الحكم في الشهر الغادم ما هو هدف الشبكة هو أيضا عملية التقريب و أسقاط النظام طيب مشاهدين الكرام راح نتكلم أيضا مع نائب الدكتور عبدالد طريجي في كثير من الأمور ولكن نطلق منف الأمني بعد هذا الفاصل رجعنا معكم مشاهدين الكرام أبو أحمد أنا قبل الفاصل قلت أن طوينا ملف شبكة تجسس ولكن بشكل سريع و بإجابة صريحة أنت تتهم فئة داخلية و أجهة خارجية لا طبعا أنا أيضا هناك في أكيد الموجودين أكيد لهم أيضا اتصال مع الخارج يعني اليوم أنت لا تنسى اليوم استمرار لا تقصد طائفة نعم لا 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 أنا أقصد طائفة معينة أنا أقصد أشخاص معينين يعملون لمصالح شبكات معينة و منظومة معينة اليوم استمرار 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 الاحتلال الجزر الإماراتية أيضا الإدانة من قبل وزراء الخارجية الخليج على زيارة الرئيس الإيراني لهذه الجزر يعني خل نكون واقعا هناك شر من الخارج وتهديدات وصاحب السمو قال في رسالته أن هناك تهديدات يجب أن نأخذها في عين الاعتبار طبعا هذه الدول دائما تجند ناس لها في داخل هذه الدول وأنا وجهت سؤال أيضا لوزير الداخلية عن عدد الجالية الإيرانية اللي موجودين داخل الكويت لأن أيضا بشوف قراءة سريعة من هم المتواجدين ومن هم عمر أنا أيضا عندي معلومات أخرى البعض يفسر هذه الأسئلة البرلمانية وهذا التوجه للنائب عبدالله طريجي أنه طائفي ويسعى لتثبيت قواعدة في الدائرة الأولى تكلم معك بشكل صريح هل صحيح هذا الأمر؟ والله شوف أخي محمد تأمين لي طائفة على سب طائفة تريد ضمان مقعدك في مجلس الأمام في الدائرة الأولى فأخذ هذا التوجه أخي محمد طبعا كل واحد يفسر ولكن أنا بالنسبة لي جئت يعني بإرادة الناقبين وبالتالي أمن البلد فوق كل الاعتبار ومع احترامي لهذا التفسير أو هذا المنطقة فأنا أعتقد أنه غلطان نعم أبو أحمد ننتقل إلى الجانب السياسي والعمل البرلماني شارك تقريبا في كل اجتماعات الأغلبية هل أنت من ضمن الأغلبية؟ وهل أنت راضي عن أدار الأغلبية لحد الحين؟ نرى طبعا نحن بالنسبة يعني اليوم يعتبر يعني أول مرة في مجلس الأمام يكون هذا العدد تقريبا الخمسة و ثلاثين اليوم أنا طبعا مستقل يعني لا أنتمي إلى كتلة أو إلى تجمع نحن اجتمعت إرادتنا الخمسة و ثلاثين في عملية وجود رغبة في عملية أيضا العمل من أجل خدمة الوطن والمواطن قد يعني نتفق في أمور و قد نختلف في أمور ولكن في النهاية وجدت أنا عند الأخوان وجدت يعني الرغبة الصادقة والحماس في العمل من أجمل يعني أنت رسميا ضمن الأغلبية نعم أنت رسميا مع الأغلبية ننسق يعني إحنا مجموعة ننسق لكن قد نختلف أو لا نتفق في بعض الأمور يعني في بعض الأمور قد نطرح ما نتفق يعني عليها يعني فبالنهاية نحن نجتمع من أجل يعني الوطن والمواطن تمام من ضمن أجندة الأغلبية إذن أنت معاهم من ضمن أجندتهم الشماعية من الأحد لاستجواب الوزير الشمالي كيف تقرأ هذا الاستجواب؟ الاستجواب مستحق نعرف أن الاستجواب حق دستوري للنائب ولكن معه ولا ضده أرى أنا وجهة ناظري أتمنى أن عملية الانتظار طبعا مثل ما تفضله هو حق دستوري ولكن أنا الآن من بدل المجلس أنت عارف مرين باستجوابين استجواب الأخ صالح عاشور واستجواب أخ سيد القلاف و الاستجوابين كيف تقرأ هذه الاستجوابات السابقة عاشور و القلاف؟ لأسف أنا أجد التسرع والإخوان في هذه الاستجوابات والدليل على ذلك أنهم لم يجدوا أيضا من يدعمهم من الأقلية نفسها نعم وزير المالية كنت دبلوماسي في موضوع الرد لو قدم استجواب من الأغلبية معه ولا ضده أنت تريد تأجيل ما صار التأجيل قدم استجواب في حزتها راح تكون معه أو ضده طبعا لما أسمع ردود الوزير على هذا الشيء يعني ما أقدر أنا أحكم قبل لا أسمع ردود لأن أنا ما أدعي شن المحاورة راح تطرح للوزير المالية ولكن أتمنى أن يتم تأجيل هذا الاستجواب نعم طيب البعض يقول أن الأغلبية قاعدت حاول تقصي الأقلية من حقوقها البرلمانية الحديث التعاون التنسيق التصويت بعض الأحيان هذا صحيح كي يصبح لديكم من المجلس؟ لا أقل بعض الأخوان من الأقلية كانت kami أقلبية نعم ما تص conquiste يكمن Barod و كان بعض الأخوان من الأقلبية كانت أقلية تمام بعض الأخوان انقلبت الأية انقلبت الأية القالبية كانت أقبن ثلث المجلس كان قبيضة والثلث ثالث عليهم شبهات في المجلس السابق اليوم يا أخي الآن ترى ما تتهمه في لجنة تحقيق المهم ما خالف ما خالف محالين للنيابة وخرجوا بكفالات مالية نحن لا نتم نحن نتكلم الآن الآن يجب أيضا الأخوان الموجودين بالأقلية لبعضهم أن يحترمون أيضا القالبية مثل ما كانوا الأقلية بالقالبية كانوا يحترمون هؤلاء الأقلية يعني لو كنت في الأقلية السابقة كنت نسمع انتقادات الأقلية أو كتلة المعارضة كان هناك انتقادات لهذا التوجه فلما تعاد الممارسة لا ترى أن هناك خطأ لا تنتقد في حدود القانون لا نحن لدينا مشكلة لكن تأتي في عملية التجريح والتشكيك لهذه هذه مرفوضة اليوم أنا قلت لك اليوم الأخوان استجوابين لم يجدوا التأييد اليوم أنت تسألني سؤال أنت تقول لي رأيك في الاستجواب أنا قاعد أقول رأيي أن أيوخر هذا الاستجواب وخاصة أن أنا رئيس الحكومة أبدأ استعداده بالتعاون مع أعضاء المجلس يعني التوقع سيؤجل نعم التوقع سيؤجل والله أنا أتوقع أنه سيؤجل أيضا أبو أحمد من الاتهامات للنواب بشكل عام وأيضا أطرح لك حادثة لا أخصصها مع أي نائب ولكن أيضا أتهم فيها أنتو كنواب تسعون لإثارة النعرات الطائفية في خطابكم في مجلس الأمة الدكتور عبدالله طويجي في لحظة من اللحظات أيضا يصار فيه شد في تويتر مع أحد النواب بغض النظر شنو الكلام كان المنقول يعني البعض يتهمكم أن أنتو قاعد ترجون لهذه الثقافة بالطرفين لأن أيها اللي قاعد ترضي طموحكم قاعد تفيدكم لماذا قاعد نشوف هذا الشيء داخل المجلس الأمة لا شوف سأكون وغير اليوم لما أنت تي واتكلم ويقوم نائب ثاني ويتعرض لك ويقطع عليك كلام كلام يعني يستفزك فيه فبالتالي أيضا من حقي أني أنا أرد على أي نائب اليوم عملية الاستفزاز اللي موجودة وخاصة من البعض في عملية الجر إلى محاولة أيضا التأزيم فبالتالي اليوم أنا قلت لك وأقتله أي واحد يتعرض سأرد عليه لكن أيضا إذا كان هناك هناك أقلية من الأخوان الأغلية بين كل الويد والاحترام والتقدير وتبادل وجهات النظر ونحن نتعامل معهم أنت لا تتعرض لأشخاص معينين لا أنا لا تعرض أنا شخص معين تعرض لي فبالتالي مثل ما تعرض لي وتعرض لأسرتي وأهلتي أنا أيضا من حق أني أدافع عن نفسي وعن عائلتي وأسرتي طيب تكلمت أيضا عن سوءك الأقلية والتأزيم وغير من الأمور هل أنت مقتنع أن الأقلية تسعى حاليا لحل البرلمان أو وصول لهذه المكاسب لا أنا أقول بعض من الأقلية قالوا إحنا مستمرين في الاستجوابات وقالوا حق رئيس الحكومة أمامك ست استجوابات اليوم لما أنت تي و تقول حق رئيس الحكومة أمامك ست استجوابات إلى الصحة والبلدية والكهرباء والتعليم والوزراء شبقه بالحكومة وانت في الغالبية راح تقدمون قاعدت لوحون بو أحمد يعني أيضا أنت في الغالبية إذا كان هو طموح بالنسبة للأقلية الغالبية قاعدت ساعد في تقديم الاستجوابات في التلويه بعض الأحيان وزير الأوقاف وزير المالية يعني كثير من الأمور فالمفروض أن الخمسة وثائثين نائب طبعا البعض يقولون أنه أقل الخمسة وثائثين نائب يعني أهم يكونوا الطرف المهدئ لاحتواء الموضوع لماذا نرى الغالبية يساعدون في موضوع الاستجوابات أنا معاك يعني بعض الأخوان في الغالبية يعني لوحوا بالاستجوابات بس أيضا لما نينا وجلسنا معاهم وبنالهم يعني نتمنى أن هذا الاستجواب أيضا يعني يعني خنتكلم مع الأخوان المسؤولين الوزراء وبالتالي حتى لا ندخل في هذه المرحلة وبالتالي لبعض تعاون مثل الأخ محمد هايف الدكتور عبيد الوسمي هذين يلوحوا بالاستجوابات وأيضا تراجعوا لما نوجدوا أيضا أنه هناك سيكون تعاون مع الحكومة أيضا أنا أعتقد يمكن الأخ مسلم البراك أو غيره في اجتمال هذا إن شاء الله يعني أيضا يستمعوا من الأخوان ويستمعوا من وجهات نظر وقد يكون هناك تأجيل طبعا نعم طيب كنت معانا في فترة الانتخابات أبو أحمد تكلمت عن كثير من الأمور كثير من الطموحات التي تكلمت عنها شنو حققت للحين في وجهة نظرك شوف طبعا يعني إحنا لما تم الاجتماع فلقينا أن أقلب طموحاتنا وأقلب أهدافنا كلها يعني مثل ما تقول كلنا يعني بالـ 35 نفس التوجه نعم وبالتالي تم تشكيل لجنة تنسيقية من سبعة أعضاء هذه اللجنة تتلقى أيضا اقتراحاتنا وتوجهاتنا وأهدافها وبالتالي تحاول أيضا تكون هناك أولويات الآن نحن يعني مستمرين يعني في عملية الإنجازات وبالتالي حتى يعني نكون أيضا يعني حتى تأخذ هذه الأولويات أيضا طريقة في سرعة الإنجاز أبو أحمد هذا السؤال الأخوان قاعد يقول لي فاصل بس حابة سئلك قبل الفاصل قبل لا نطلع في موضوع الطعن لو صدر القرار من المحكمة في 20 يونيو بأن الطعن مقبول والدكتور عبدالله طريجي خارج النز شو رح تكون ردة فعلك طبعا نحن في النهاية نحترم نحترم يعني قرار المحكمة وبالتالي الكرسي لأفقد كرسي هذا ما عندي مشكلة ولكن لا أفقد وطني هذا أهم شيء لا تعليق على حكم المحكمة ولكن شنه توقعك توقعي؟ طبعا أنا ما أقدر يعني أسبق الأحداث ولكن أنا يعني عشان تكون بالصورة تم تكليف عدد من المستشارين في عملية أيضا إعادة التجميع ولله الحمد يعني أصبحت نتيجة التجميع مصالحي و أنا يعني عشان لكم معلومة يعني أنا من اللي كلف أحمد بس عشان وضح المشاهدة أنها أتوقع النقطة هم الطرفين مؤيدينكم ومعارضينك نعم من اللي كلف اللجنة المحكمة المحكمة كلفت أثنين من أعضائها نعم من المستشارين من أعضاء المحكمة أثنين من المستشارين عادوا عملية الجم بوجود المحامي ومحامي الدكتورة معصومة نعم مشاهدين الكرام مستمرين بالحديث مع الدكتور عبدالله طريجي وعن موضوع السهدافة لشخصا من البعض هل هو مستمر أو لا وكثير من الأسئلة بس بعد هذا الفاصل رجعنا معاكم مشاهدين الكرام ومع النائب الدكتور عبدالله طريجي أبو أحمد يعني في نفس القاعدة تقريبا قلت أن فيه أشخاص أيام الانتخابات قلت أن فيه أشخاص يسعون لخسارتك في الانتخابات يدفعون كل اللي عندهم عشان يوقفونك عن النجاح الانتخابات وانتهت بغض النظر عن الطعن المقدم الخلافات هذه ما زالت مستمرة تأثر على دائك البرلماني طبعا الخلافات والمحاربة موجودة وقاعدت تعرض للأسف من بعض المأجورين سواء عبر التويتر أو بعض القنوات الأخرى ودليل على ذلك أنه أنا تقريبا أكثر نعب علي سبع طعون في المحكمة من ضمن هذا سبع طعون مقدمة مقدمة يعني اسمي متداول معهم وبالتالي الله الحمد إن شاء الله في عشرين ستة تنتهي الأمور على خير ولكن أيضا مثل ما تقول أنا واثغ من نفسي هل تستطيع أن تقول لنا ما هو الطعون اللي عليك أو ما تريد تتكلم يعني شنو لنعرفه مثلا نتيجة الانتخابات لا يعني نتيجة الانتخابات بعضهم يعني في عملية أيضا ادعاءات أن يابوا أشخاص واتهموني من دائرة وأنني علي يعني كانت عملية الاستهداف يعني الآن استمرت العملية ولكن أنا مثل ما تقول رافع رأسي ما عندي شيء خشة ولا أخفي ولا أهل الحمد واثغ من نفسي بإذن الله إن شاء الله واثغ إن شاء الله من القضاء الكويت النزي طيب التعامل يعني استمرار هذه الخلافات مجرد في موضوع الطعون أم لا في أمور أخرى قاد تحصل بس الطعون لا يعني طبعا قتلك قتلك عملية السب يعني سبي وسب عائلتي وهذه أمور مستملة لكن أنا بالنهاية مترفع عن هذه النوعات وهذه الأشكال يعني ما تأثر فيني يعني لكن يحاولون أيضا يعني يحاولون أي يجروني إن يعني يبعدوني عن أداء البرلماني وعن يعني عن عملية عملي وخاصة الله الحمد يعني يعني في آخر استبيان يعني بفضل من كنت أنا من ضمن أبرز النواب خلال الفترة الأولى مع الأشخاص اللي يختلفون معاكب حدة ولا لا في أشخاص معين تقصدهم يعني في سب وقذف لا شوف لأنه معرض لجبهة معينة بأي مكان شوف أنا طبعا خيكم أنا عرف من وراء العملية يعني منه نعم مو أشخاص بس منه لا هو طبعا خلافات ريالية في نادي السالمية لا لا طبعا طبعا خلاف نادي السالمية هذا يعني هذا جزء من المنسى يعني بعض أبناء الأسرة الحاكمة طبعا قاعد ضدي وعلني وخاصة وخاصة في قناة الرأي لما انطلع مشاري بو يابس وقال أن أحد الأشخاص على أساس عطاني تشيك مفتوح لعملية تشويس معتي وأنت كنت موجود وشفت الشريط هذا جزء رياضة جزء لكن أيضا جزء في عملية محاربة الفساد يعني أيضا قضية الديزل لم تنع خلافاتك أبو أحمد فيه هذا الجانب الجانب الرياضي Tabu لماذا للحين مستمر معك وأنت نائف حسن الأم يعني في كثير من الحالات الرياضية وصلت إلى المجلس النائب مرزوق الغانم النائب صالح الملا النائب السابق كثير من الأمور انتهت الخلافات لماذا مستمر معك لا ما انتهت من قال لك يعني الأخ مرزوق الغانم انتهت مرزوق الغانم لا حين لا لا في نادية نعم في نادية نفسها لا نادي الكويت حتى القوائم الأخرى ناس راقين يتقبلون الديماغراطية للأسف بعض في القائمة الثانية يعني للأسف بعيدين كل البعد عن الديماغراطية فالبعض وجد دخولنا نادي السالمية كأننا أخذنا مثل ما تقول أخذنا الكنز وملنا وبالتالي يهاجمنا فيختلف الوضع عن نادي الكويت أحد أبناء الأسرة استهداف لك أو مجموعة ما أدري بحسب كلامك استهداف لك رياضياً ولا لا جير إلى سياسياً أيضاً للحين لا جير سياسياً يعني للحين موجودة موجودة مستمرة لهذه في الملف الرياضي نبقى معك يعني في الملف الرياضي وبدأ يحولها في الملف السياسي فأنا بالنسبة لي مثل ما قد لك وي محمد أنا مستمر يعني ولا راح أنظل لهذه الوقت بما أن قد تكلم عن الملف الرياضي أنتم فيه توجهت لوزير الشؤون بسؤال برلماني يخص الاتحاد الغير شرعي تمت الإجابة عليه أو لا؟ لا هو طبعاً التفاجأ نحن يعني تفاجأنا أنا ومجموعة من الأخوان النواب إن وزير الشؤون عقد يعني بعض الاجتماعات يعني مع بعض الأطراف وبعدين قال أيضاً هو اجتمع يعني مع أطراف أخرى أيضاً لأي تطبيق القوانين نحن بالنسبة لنا الآن عندنا التطبيق لهؤون نحن عملية التعديل أي شيء تعديل المصاهم ما عندنا مشكلة لكن نحن يجب أن يكون هناك تطبيق للقوانين واحترام هذه القوانين اليوم الأعضاء وبعض المواطنين اللي اختحموا مجلس الأمة تم إحالتهم إلى النيابة العامة اليوم مبنى الاتحاد الكويتي لكرة القدم متواجدين أعضاء مجلس الإدارة وهم اتحاد غير شرعي الحكومة معترفة فيه وبالتالي يجب أن يتعاملوا نفس الشيء إما يتعاملوا معهم الحكومة ووزير الشؤون إما يتعاملوا معهم وبالتالي يحيلهم إلى التحقيق أو يقدمون استغالاتهم شنو التعامل اللي حين صاير يعني ما كان في رد على أسئلتك صح؟ نعم ما كان في رد على أسئلتك؟ لا الرد يوم 24 يطوف أسبوعين يطوف أسبوعين يوم 24 يرد على ضوء الإجابة رح نقرر شنو التعامل طيب كيفية التعامل؟ ما وصلت لك؟ أنت قلت تطالب بآلية التعامل ومزارة الشؤون من اتحاد غير شرعي بهذه الطريقة شنو اللي يقع يصير حاليا؟ مختلف عن اللي تبي أنت؟ أنا ما أذرعت طبعا إحنا عطينا مهلة لوزير الشؤون عطينا مهلة في يوم 24 في يوم الثلاثة القادم رح يجيب على تساؤلاتنا أيضا في الملف الرياضي بناء العمارات السكنية داخل الأندية هو مطابق لقانون الاستثمار الرياضي مثل عذاك نادي القادسية هذا الأمر مخالفة بما أنك رئيس نادي السابق وأنت أدرا أنا وجهت عدة أسئلة لوزير الشؤون من ضمنها العمارات السكنية طلبت من اسم المستثمر والعقد موجود وهل هي مخالفة للقانون الاستثمار وبالتالي بانتظار الإجابة لوزير الشؤون أنت توجهت إذا مخالفة أم لا؟ هي مخالفة أم لا؟ لا طبعا هي مخالفة وجود عمارات السكنية داخل النادي وجود الناس يسكنونها مخالفة غير الاستثمار طيب إذا الإجابات وصلت على السؤالين السؤال الأول والثاني بخصوص الاتحاد وأيضا المخالفات على قانون الاستثمار في الأندية قانون 2007 5 على 2007 إذا وصلت لإجابات وما أرد طموح النائب عدلات ريجي يوصل الموضوع للسجواب وزير الشؤون؟ لا أنا أعتقد أن الحكومة جادة يعني رئيس الحكومة أعتقد عند الجدية في عملية انهاء الملف الرياضي وأنا كلمت شخصيا سمو الرئيس فكلمت شخصيا في الملف الرياضي والرجل يعني وعدني أن إن شاء الله هذا الملف يجب أن ينتهي في أقرب وقت الوعود قديمة توقع مرة كلا وزير وين الجدية في الموضوع؟ أنا طبعا تحذيلي الشخص وعدنا أنه سينهي هذا الملف وبالتالي نحن منتظرين إجابة وزير الشؤون على أسئلتنا في وجهة نظرك طبعا يعني كنائب ومركز سياسي ولكن بما أنك باع رياضي قول لنا سبب الأزمة الرياضية كيف حل في جد نظرك باختصار؟ كيف؟ سبب الأزمة الرياضية وكيف يتحلها؟ سبب الأزمة الرياضية هو عدم تطبيق القانون الخروج من هذه الأزمة أن يقدم الاتحاد الكوتي لكرة القدم استقالته ويعقد جمعية عمومية وبالتالي يعيد انتخابه ونطلع من هذه المشكلة ما تشوف تبنيك هذا الملف يعني ما يخاف جرتني سؤال ما تشوف تبنيك لهذا الملف الرياضي معك وأنت نائب في مجلس الأمة ممكن يصع لك أعداء يعني وجود الأعداء والخصومة في هذا الجانب لأن أنت أيضا متبني هذا الملف في مجلس الأمة ما تشوف له مسببات؟ لا بالعكس أنا وانا موجود مع الأخوان في عظام مجلس نادي السالمية أيضا كان لنا موقف أيضا من العيب علي لما أوصل إلى مجلس الأمة أتخلى عن قضية مهمة بالنسبة لي قضية الرياضة التعديل ما لت 79 وقعت عليه أو لا دكتور؟ لا أنا ما وقعت ما هي الأسباب؟ أنا طبعا يعني مبدأ التعديل وتنغيح الدستور يعني أنا ضد التعديل أيضا الأخوان يعني يعني طبعا أنا ماني ضد الشريعة ولا ضد الإسلام وإحنا في دولة الله الحمد يعني إسلامية أنا كنت أتمنى الأخوان يعني وجهة نظر أن يتم تأخير يعني هذا القانون وصار يعني نقاش لكن الأخوان يعني لهم وجهة نظر معينة في تقديمة فبالتالي لم أوقع عليه ولكن أيضا يعني إذا قدم راح تكون لي وجهة نظر داخل المجلس الأموية يعني أنت مع تقديمة ولكن فيه مو به التوقيت لا لا أنا طبعا قاعد أقولك أنا ماني ضد الشريعة الإسلامية فبالتالي كل مع الشريعة ما فيه واحد هنا مواطن كويتي مزلم ضد الشريعة الإسلامية ولكن وجهة نظري أنا يعني الله الحمد يعني هو طبعا الأسلمة إلى جزئين هم الحدود يعني بالنسبة للعقوبات والله الحمد في الكويت العقوبات يعني يعني خاصة بعض الدول الآن إقامة الحج بدت يعني يعني يكون البديل هي بعض الأحكام وبعض القرامات موضوع الأسلمة للقوانين أجد يعني أكثر أكثر القوانين لله الحمد يعني في الكويت تماشى سعي تبقى موضوع الأمور الربوية لكن أنا أنا معاها لكن كقانون كنت أتمنى ألا يقدم فيه في هذا الوقت ما نبي أولويات الأغلبية أولويات الدكتور دولة طريجي في المرحلة المقبلة في الجلسات المقبلة سنسمعك أول شيء تتكلم عن شنو بعدين القوانين و المقترحات اللي ستبناها شنو القضايا اللي حاليا تشوف أن أهي اللي تشكل عندك الأساسة و القاعدة الأساسية رح تتكلم عليها في المرحلة المستقبلية أنا قلت لك نحن التزمنا التزمنا في عملية أن نتنصب جميع اختراحاتنا و طمعاتنا و غوانينا في اللجنة و في اجتماعاتنا وبالتالي الآن نحن خلصنا في المداولة من جامعة جابر للعلوم والتطبيقية المدينة الطبية قانون المناقصات تقليص مدة الحبس الاحتياطي تقليص العقوبة بالنسبة لمتعرضي للرسول صلى الله عليه وسلم و عرضه أيضا هناك بعض الغواني مثل قانون النزاهة أيضا هناك بعض الغواني و الاختراحات قاعد ننتمنىها لكن أنا في النهاية في عملية أيضا أن نحن متفقين أن تكون هناك أولويات حتى نستقل الوقت القضية الرياضية في موضوع الأغلبية مطروحة و أيدونك فيها قضية الرياضية مطروحة للغضية الرياضية و أيدونك فيها و في تأييد خاصة اللي عارفين عارفين موضوع القانون قانون الرياضي و خاصة القانون 5 على 2007 قبل الكلمة الأخيرة تتوقع مجلس الأمة سنة 2012 و الفصل التشريعي الرابع عشر يكمل دورة الطبيعية أربع سنوات و الله شوفه طبعا هناك من يسعى إلى حل مجلس الأمة هناك من يسعى و هناك من خارج المجلس هل تشوف عب ساي هذا؟ أو خطأ سياسي؟ لا هو عملية الحل يعني عملية حل بأن هناك خصوم أيضا خصوم كانت موجودة يعني في السابق من المعارضة بالنسبة لرئيس الحكومة هناك من يحاول إسقاط رئيس الحكومة و هناك من يحاول إفشال سمو رئيس الحكومة بالدفع إلى عدم التعاون مع هذا المجلس و أنا أجد و خاصة يعني تجد اليوم اليوم الحريق اللي صار في الجهرة و خاصة يعني حسب اللي عرفته هو حريق مفتعل يعني اليوم هذه الإطارات موجودة صال لها سنوات الآن بعد ما يعني تم التنبيه عن وجودها و خطورتها بين يوم و ليلة يتم حرقها فبالتالي كلها هذه هي ضرب الحكومة الحالية بوجود رئيسه الشيخ يابل المبارك عن الحديث في موضوع المجلس الأمة يعني تكلمت قبل قليل أن لا ما تشوف أن الأقلية كلها تسعى لهذا الموضوع و الحين أشرت مرة أخرى تقصد يعني بعض الأفراد من الأقلية و الأمور من برد البرلمان من اللي يسعى المجلس الأمة لا أنا أقصد الأقلية طبعا الآن أجد طبعا هناك أشخاص أجد لا يسعون إلى التعزيم مثل الأخ محمد الصقر الأخ مرزوق مرزوق الغانم الدكتور علي العمير أجد ماني أسعى لا قاعد أقولك أجد أنت تقولي إلى أقلية إلى أبي اللي يسعون لحل البرلمان أتكلم بعضهم قالوا و قالوا وإحنا مستمرين في الأزمات يعني اليوم السيد القلاف يستجوب وزير الإعلام و قالوا في استجواب استجواب قادم لوزير الإعلام رح يوجه استجواب آخر الأخ صالح أشهر قال لرئيس الحكومة إحنا مستمرين في عملية الاستجوابات فبالتالي هناك استجوابات في استجوابات نستمر نجد البعض يهدي يعني مجد الأخ أحمد لاري يقوم في عملة التهديئة عدم عملية أيضا تقديم هذه الاستجوابات فأجد أنا أيضا من الأقلية الاستجوابات وتقدم استقالتها و متخوف على عمل المجلس واضح من كامك أنه متخوف على عمل المجلس ولكن الحكومة تتوقع أن تضعف أمام السيد الاستجوابات لمساعدة الأغلبية طبعا الحكومة الآن مروا عليها استجوابين وبالتالي تجاوزت اليوم الحكومة عليها أن تقدم إنجازات حتى أيضا تحصل على ثقة المجلس و ثقة المواطن اليوم هناك مجلس وهناك حكومة اليوم الناخب الكويتي يرى الفريقين وبالتالي سيكشف من هو من يحاول ينجز و من يحاول أيضا عملية التعزيم نحن نتمنى أن تتصاف النفوس و أن نبدأ في العمل و أن نحترم و خاصة يجب أن لا أقول هناك أقل يرامي يجب أن نحترم إرادة الناخبين اليوم الناخبين الخمسين النواب الخمسين يجب بإرادة الناخبين وبالتالي يجب أن نحترم هذه الإرادة و أشكركم على عادي شكر لك على تلبية الدعوة حقيقة نعم و أتمنى إن شاء الله أن يحفظ الكويت و يحفظ الشعب الكويتي و أن نكون للبلد إن شاء الله دائما في أمن و استغرار بإذن الله نعم مشاهدين الكرام وصلنا معكم إلى ختام حلقة لقاء الرأي لهذا اليوم بدأنا مع الأستاذ بدر الأسباعي في الشركة الكويتي للإستثمار و بعض الاتهانات الموجهلة و وصلنا إلى النائب الدكتور عبدالله طريجي عن موضوع شبكة التجسس و أمور النظام نشوفكم على خير إن شاء الله شكرا لكم على المشاهدة و شكرا لضيوف الكرام على تلبية الدعوة و شكرا لفريق العمل إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة